الأثير على الموجة تسعين أربع بالعشر أفأم وأيضا عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد ونرحب بالشيخ عصام الصباح إمام وخطيب المسجد القديم في طول كرم أهلاً وصهلاً بك وأسعدت صباحاً صباح الخير أخت وفاة صباح الخير سادة المشاهدين والمشاهدات أهلاً وصهلاً بك يعني لن نخوض في مقدمات كثيرة وإنما مباشرة إلى صلب الموضوع شيخ عصام نحن الآن نعيش في حالة طوارئ كما بقية الدول في مختلف أنحاء العالم نعيش في أزمة صحية ألا وهي عفواً الكورونا وبالتالي هناك من قال أنه لربما عقاب والبعض الآخر قال أنها رسالة ولربما أمارة يجب أن نكون أكثر وعياً لما نعيشه والبعض الآخر قال بغض النظر عن أسباب ومسببات هذا المرض لكن لابد يكون هناك رسالة واضحة كيف يؤثر الجانب الديني والاجتماعي من صدف في صد ومجابهة الكورونا أعوذ بنا من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله وصلي وسلم وأبارك على محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا ابتداء أختفاء أسأل الله سبحانه تعالى رب العرش العظيم أن يخلص البشرية جمعاً من هذا الوباء وأسأل الله سبحانه تعالى أن يكون ذلك في ميزان إيمان المؤمن وأن يكون رسالة من الله سبحانه تعالى لأن يتذكر كل معرض ليعود إلى الله سبحانه جل في علام كل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيل بإمكاننا أن نناقش كورونا سياسياً اقتصادياً نفسياً أما إذا أن نتكلم عندما نتكلم من الناحية الشرعية الإسلامية وأردنا أن نأول ما يجري على الواقع فبإمكاننا أن نختزل الواقع بخمس نقاط مرض كورونا أو وباء كورونا أو علة كورونا بإمكاننا أن نشخصها دينياً بأنه قضاء الله وقدره وربنا سبحانه جل في علا ذكر في كتابه العزيز قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم بإمكاننا أن نفسر كورونا دينياً بأنه ابتلاء وامتحان لصفوة الصفوة للمؤمنين عملاً بقوله سبحانه جل في علا عندما قال عن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فهو ابتلاء وتمحيص كما قال الحق سبحانه وتعالى وليمحص الله الذين آمن ويمحق الكافرين والحديث النبوي الذي ورد على لسان المصطفى ما أصاب المسلم من هم ولا وصب ولا نصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها فما بلك في كورونا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا وبالتالي ورد عن المصطفى قائلاً عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصبته صراء شكر وإن أصبته ضراء صبر فكان خيراً لا تفسير كورونا من أحيي دينية أنه عقاب قضاء الله وقدره نعم ابتلاء للمؤمنين وهو عقاب وربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز قال فحق عقاب وقال ربنا سبحانه جل في علا قال ما أصابكم أولما قال الله عز وجل في كتابه العزيز وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير تلك المعاصي تلك المنكرات تلك الكبائر ذاك الإعراض عن الله سبحانه وتعالى لا شك أن قدرة الله عز وجل تتدخل لإيقاف هذا النزيف البشري للروحانية التي طلبها الله سبحانه وتعالى من البشر لذلك قال الحق سبحانه جل في علا قال وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان والعالم كله قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يصنعون الأباطيل ويفعلون الأفعيل التي لا ترضي ربنا سبحانه وتعالى ولا ترضي رسله ولا ترضي ديانة ارتضاها ربنا للبشرية نعم طب شخ حسام يعني في ظل ما يتم الحديث عنه وما يمكن عفواً أن يفسر في موضوع الكورونا أليس من الأفضل وحريبنا بصراحة أن نستغل هذه الأزمة بغض النظر عن أسبابها ومسبباتها ولربما الرسائل المرسلة لها في الجانب الإيجابي وأنا هنا أتحدث عن إذا ما أردنا أن نصد هذا الكورونا وهذه الأزمة ألا يمكن أن نحفز موضوع التكافل أن نحفز موضوع العودة إلى الله أن نحفز موضوع أكثر كيف نكون إلى جانب بعضنا البعض سداً منيعاً لبعضنا البعض في هذه الأزمة أختفاء الكلام الذي أنا تكلمت به والذي افتتحت كلامي به هو التفسير العلمي الشرعي أما التفسير التطبيقي الواقعي لمرض كورونا أنت تتحدث عن الوقاية الشخصية والنظافة وأنت تتكلم عن الحجر الصحي وأنت تتكلم عن التكافل الاجتماعي هذه الأمور الثلاث هي التفسير التطبيق الواقعي لمرض كورونا أما ما تكلمته هو تشخيص علمي في بداية الكلام تشخيص علمي بمجرد أن استضمت البشرية بهذا الوباء وأصبحت قلوب البشر غلياناً خوفاً وتوجساً من المستقبل نتيجته الأصل في البشرية جمعاً بغض نظر عن المذاهب وعن الألوان وحتى عن العقائد الأصل استخدام الحجر الصحي والمحافظة على الوقاية الشخصية نعم والتكافل والتضامن والتعارف الاجتماعي نعم وكل هذا كل هذا لاحظ أخت وفا أن الإسلام ناد به تفسيراً تطبيقياً واقعياً بغض النظر عن التفسير العلمي والتحليل الشرعي لهذا الوباء وغيره من الأوبئة لكن أنت تخيلي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن الطعون قال إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها وإذا حل بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها هذا حجر صحي ما رسوا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل ألف أربعة عام نعم وناد به والمسلمون رضي الله عنهم وأرضهم طبقوا هذا الحجر الصحي في طاعون عمواس نعم وذهب خيرة الصحابة أبو عبيد عمر بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أرضهم ويزيد بن أبي سوفيا رضي الله عنهم أرضهم خمس وعشرين ألف صحابي وهذه كانت نبوءة محمدية عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك عندما قال وموتان يأخذ فيكم ككقاء كعقاء ككقاء الغنم نعم وهو طاعون عمواز نعم هذا بالنسبة إلى الحجر الصحي أما بالنسبة إلى الوقاية الشخصية لا شك أن تنظيف وتغسيل اليدين هذا ورد على لسان المصطفى اللي يتنفس الإنسان في الإناء هذا ورد على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما تكلم خمس من الفطرة تكلم عن الختال تكلم عن الاستحداد حلق العانة قص الشارب هذا غسل البراجم البراجم اللي هي عقد الأصابع نعم تكله ورد على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام كالمحافظة على النظافة الشخصية للإنسان صحيح نعم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا لتعاونوا لتعاضضوا لتتساعدوا لتتكاتفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علي مرحبه نعم يعني الشيخ عسام في هذه النقطة لا ربما يعتبر البعض أن الجانب التكافلي يكون فقط في الإتمئنان وأن نطمئن على ربما أقاربنا جيراننا أهلنا والأخوة ولكن لا يذهب إلى التفسير الأشمل والأوسع التكافل هو أن نتكافل معا اقتصاديا تجاريا معاملة يعني فيما تم الحديث عنه في الأون الأخيرة من البعض الذين بصراحة سولت لهم الأنفس برفع الأسعار مثلا هذا نوع من أنواع التكافل أن لا يتم رفع الأسعار بل ربما البعض هناك من يتبرع وبتبرع سخي من الأياد الخيرة والتجار الكرام البعض الآخر ربما من أنواع التكافل وأشكاله الأياد الشبابية التطوعية التي تعمل من أجل خدمة الآخرين كبار السن الذين لا يستطيعون التنقل في حال يحتاجوا بصراحة وهذا كان بمبادرات طيبة من بعض الشباب الذين يعملون في الجانب الطبي الذين قالوا نحن على استعداد أن نقدم الخدمات الطبية للكبار كي لا يخرجوا من البيوت وتكون العدوى لهم أكثر لدى خروجهم من منازلهم هذه أشكال عدة للتكافل في ظل الكورونا الذي بالتأكيد نعيشه في هذه الأيام مما لا شك فيه مما لا شك فيه وهذا شيء يذكر فيحمد نعم المصطفى صلى الله عليه وسلم أنت بذكر قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أنت تتكلمي عن الأخلاق عن الاقتصاد عن السياسة حتى عن المستويات النفسية الأطباء نفسيين لكن أنت تخيل حالة الضعر التي موجودة في نفوس الأطفال نعم التكافل الاجتماعي هو كتلة واحدة وعندما ورد النبي على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام قال المسلمون نعم يد واحدة نعم وهم يد على من سواهم يد على من سواهم يعني أيش يد على من سواهم يعني كل الأخطار التي تحدق بالإسلام أو بالمسلمين الأصل في المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتكاتفوا ويتعضضوا فما بالك إذا كان هذا المرض أو هذا المرض يجتاح البشرية جمعا فهذا من باب أولى أن يتكاتف الناس كل الناس في صده وفي منعهم أختفاء قال ربنا في كتاب العزيز وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض إذا كان الظالم ولي للظالم نعم وينصره ويدافع عنه ويتعاون معهم من باب أولى أن يكون أصحاب الحق متعاونين على الحق ولعل هذا الوباء هو العامل المشترك الذي يذكر البشرية بأنهم على حق لذلك أو أصل في جميع القوى في جميع المؤسسات في جميع الحكومات أن تكون يد واحدة وهنا أود أن ألفت الانتباه إلى عبثية ما يسمى بنظرية المؤامرة يعني هذا شيء حقيقة يعني واترك البحر رهوا إنهم جند مغركون يعني هل وصلت بنا التفاهة إلى أن نقول أن دولة معينة تصنع هذا الفيروس يعني يعني تفاهم بعدها تفاهم يعني هناك تفسيرات كثيرة بخصوص هذا الفيروس لكن نحن هنا اليوم سنتحدث والجانب الديني الاجتماعي يعني لربما الشيء المحزن ولكن في نفس الوقت هو ضرورة فردت علينا ولأن الضرورات تبيح المحظورات في بعض الأحيان وفي بعض الحالات وبمشاركات بخصوص الأذان والصلاة وعلى وجه تحديد الصلاة في رحالكم البعض كان قد علق على هذا الموضوع شيخ عصامبي وهنا أيضا نحن نتحدث عن الجانب الديني البعض قال وليش نمنع مثلا الصلاة في المساجد تمه فيه تجمعات هناك فيه أماكن أخرى موجود فيها تجمعات وما تسكرت لكن في هذا الصدد ونحن في إطار كيف يؤثر الجانب الديني في صد ومجابهة الكورونا ما الذي يعني يجب قوله في هذه النقطة القرار الذي اتخذ صلوا في رحالكم قرار منطقي قرار شرعي وقرار مثمن ومقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما أمر المؤذن وقال صلوا في رحالكم كان بسبب الريح وبسبب الوحل وبسبب الأمطار هذه كلها وجود حرج حتى يرفع هذا الحرج أمر المصطفى أن يكون المؤذن فما بالك في وباء كورونا تتكلم عن مرض تجتاح الحدود وتجتاح القارات أصبح شبح في نظر الإنسان الآدمي على وجه الكرة الأرضية أعتقد أن وباء أوبوما بل أؤكد أن وباء أوبوما هو أشد حرجا من الريح ومن المطر ومن الوحل فحتى نرفع هذا الحرج نأخذ بالأسباب والأسباب أن نفعل ما فعله المصطفى صلوا في رحالكم يعني حتى يرفع هذا الحرج على الإنسان المسلم نأخذ بهذه الرخصة صلوا في رحالكم بسبب وجود هذا الحرج وجود هذا الحرج ليس وهمان إنما هو حقيقة موجودة لذلك صلوا في رحالكم هذا أمر منطقي وأمر شرعي الأمر الآخر عندما أصدر هذا القرار أخت وفاولك سادة مشاهدين ومشاهدات عندما اتخذ هذا القرار اتخذ بحسن الظن على أن المسلمين من حيث المجموع من حيث الجمهور يتوجهون إلى المساجد لأداء الصلاة يعني هذا حسن ظن لأنه أكثر فترة زمنية يزدحم فيها المسلم مع إخوانه المسلمين ليس في الأسواق بقدر ما هو في المساجد لذلك هكذا جاء في خلد من أصدر هذا القرار أن المسلمين لا يتركوا الصلاة ولا يتكسر عن الصلاة إنما يتوجهون إلى المساجد من أجل هذا وذاك نحن نتخذ هذا القرار نعم ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تمر الأزمة نعم طب يعني فضلت الشيخ نحن نتحدث أيضا في ذات الوقت عن ما يتعلق إذا أردنا أن نكون أيضا متكافلين بالدعاء بضرورة التوجه إلى الله بالدعاء البعض قد يغفل بصراحة عن هذه النقطة ومدى نجعتها وأهميتها وأن نلجأ إلى الله في السراء والذراء وبالتالي محور الدعاء أليس له أهمية بالغة في ظل أيضا الأزمة التي نواجهها جميعا الله أكبر هذا الكلام يعني أمر طبيعي جدا أمر مسلم فيه مفروغ منه الدعاء يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى تكلم في كتاب العزيز عن الكفار فإذا ركبوا في الفيق دعوا الله فما بالك في الإنسان المسلم الأصل في الإنسان المسلم أن يكون مع الله في الصراء والضراء بغض النظر وجدت أزمة أم لم توجد أزمة فما بالك عندما توجد أزمة لذلك الدعاء هو السلاح الخفي الفتاك الذي يحمله المسلم في كل زمان ومكان الله ماذا قال في كتابه قال كل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاءكم لو لا دعاءكم فقط كذبتم فسوف يكونوا لزاما لذلك ربنا عندما تكلم ماذا قال قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون يتضرعون يعني يلتجؤون ويدعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع ولكن قسط كلوبهم الآن الناس تائها إلى العققير إلى الأدوية إلى الأخذ بالأسباب إلى هنا وهناك إلى التفسير كما قلت حضرتك الاقتصادي والسياسي والنفسي لا الإنسان المسلم قال ربنا لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع ولكن قسط كلوبهم الذين أعرضوا عن الله ولم يدعوا في هذه الفترة الحرجة ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون هذه الآية نخرج بمعاني عدة منها أن الإنسان المسلم عليه أن يقبل على الله وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى تأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو اللهم إني أعوث بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام سيء الأسقام لو أن الدعاء لا قيمة له هل المصطفى كان يدعو به لا لكن لأن الدعاء له قيمة لذلك المصطفى كان يترك أبواب السماء بهذه الكلمات الرقراقة هذه الكلمات التي تنم عن حنين الإنسان إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى الغصة عنه والمشقة والحرج والعنت لذلك كان المصطفى يدعو بسيء الأسقام وكورونا سيء الأسقام فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا منه طب الشيخ عسام كيف يكون التوجه إلى الله بالدعاء خاصة في ظل هذه الفترة البعض ولربما من الأمور التي كانت قد انتشرت دعا إلى صيام يوم الاثنين مثلا القادم يوم غدا وذلك في سبيل أن يكون بنية خالصة كي يخلصنا الله من ما نعيشه من أزمة صحدة عالمية ولربما البعض الآخر يقول هناك أدعية محددة فيما يتعلق وربما الأمراض أو الإصابة بأنواع أمراض معينة يعني أشكال عدة مختلفة ولكن هنا نصائح هناك ألفاظ نبوية وردت على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه الألفاظ ذكرتها في دروسي وذكرتها في خطبي من هذه الألفاظ مثلا لمن أحب أن يستمع إليها أن يسجلها فليكتب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أن يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أن يقول سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته وهو رب العرش العظيم أن يقول اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أن تشافي شفاء لا يغادر سقما وأن يدعو قائلا بسم الله أرقيك من كل شيء يثيكم الشر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك هذه كلها وردت على لسانه عليه الصلاة والسلام ثم أن يسأل الله العافية أن يسأل الله العافية كان النبيع السلام إذا خلد إلى فراشه يقول اللهم إني أسألك العافية نعم نعم فكان إذا استيقظ من نومه ماذا يقول كان يقول صباح الخير الحمد لله كان يقول الحمد لله الذي عافاني عافاني في بدني ورد علي روحي وأذن لي بذكري كان إذا دخل المقبرة يقول السلام عليكم درقوا من المؤمنين وإن بكم إن شاء الله لاحكون نسأل الله لنا ولكم العافية كان المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين السجدتين ماذا كان يقول كان يقول رب اغفر لي وارحمني وهدني وعافني 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 كان يدعو سبع كلمات كان نعم وهدني وارفعني واجبرني وارزقني سبع كلمات كان يقول بها آله صباح بين السجدتين كذلك هناك دعاء مهم جدا سأكرره مرتين لإهميته كان المصطفى يتعوذ بالله قائلا اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك تحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك من تحول عافيتك من فجاءة نقمتك من جميع سخطك وورد عن المصطفى قائلا الله أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عكوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نعم يعني اللهم دائما وأبدا نسألك العفو والعافية أجمالا نذهب إلى مشاركة هاتفدة وبنقول ألو صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا أهلا وسهلا بس لو صباح ترفعنا الصوت شوي تفضل يعني تعلينا صوتك شوي تفضل الله يعافي بدناك يا حبيبي تقول يعني نسبة نحنا كعديل نحب نشان بتعمل كل الإجراءات نشان مرض الكورونا أين عم نحنا كعديل للعمال بالنزول إسرائيل والمنطقة اللي فيها الكورونا هي إسرائيل يعني نحنا كعديل نمنع للجوانع الوحد وإصال لي وكل أصلاف الخير يجوز عشرين خمسة عشرين يكون الجامع وعالعمال يكونوا على المقصوم في المئاس والحشر هناك مش في الجوانع هاي وحدي كان واحدة يعني إسرائيل منعت كل سعين إسرائيلي فوتوا إكسا بيش لأنه هي الكورونا المتحدة إنما هي عنده موجودة يعني أنا مش فهم شو هالمنطقة فيها تحكي عافظ ليتوا اليوم بقول هذا كرار سياسي أي كرار سياسي هذا اللي بيمنعنا نحنا ننزل العمال أنا بدعو كل الأيام جمعنا لما كانت إنه كنا نمنع انتباضات إنه حدا ينزل عسرائيل مفروض الكل اللي وقف للشوارع والممات اللي بيونزل العمال ينعون ينزل لأنه هذا هو المنطقة هذا هو الصح إحنا ما نري إحنا كورونا الكورونا موجودة بإسرائيل كل مئات صارت يعني مش فهم شو المنطقة اللي بيقول إنه عمال ينزلوا على إسرائيل يشتغلوا ويرجعوا إنا كمال مرة إحنا بنكمن أي حدا موجود هناك ما يرجعش مع كورونا يعني المصاب إنه أصل في الإنسان أن يتناول الأمور بإنسانية إذا لم يرد الإنسان أن يتناولها بشرعية أن يتناولها بإنسانية نعم والمصطفى عليه السلام قال لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار بالمناسبة الأخ الكريم يذكرني بالوقاية الإسلامية من الأمراض المعدية يعني أنا أبقى السلام عندما قال فر من المجذوم فرارك من الأسد يعني الأراضي الثمانة وأربعين الآن ما يسمى بإسرائيل الآن منطقة موبوءة صحيح فالأصل في الإنسان أن لا يفكر بنفسه وفي بعض الكلمات مبارح أنا سمعتها في البرامج السوق يقول منين الناس بدون يعيشه أعوذ بالله من ذلك الناس تعيش من إسرائيل تعيش من اليهود الناس تكتات وتسترزق من الله سبحانه وتعالى ربنا هو الذي قال يعني يعني شيخ عصام عفوا على المقاطعة لربما هنا يستوقفنا الحديث لأولا نوجه التحية لكل إخواننا وأخواتنا العاملين والعاملات في الداخل الفلسطيني المحتل لأنهم أبنائنا ونحن خوفا عليهم طبعا خوفا عليهم لأنه إذا لا سمح الله أحد منهم أصيب سينقل إصابة إلى عائلتي إلى أطفالي إلى زوجتي إلى كل الفلسطين الأصل في الإنسان أن لا يفكر بمصلحته حتى لا يكون إنسان أناني الأصل أن يفكر بالمجموع عندما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة هايش يعني لا عدوى يعني أنت إنسان مصاب بمرض معدي الأصل أن لا تعرض نفسك على على آخرين على آخرين وبنفس الوقت أن لا تذهب إذا كنت سليم أن لا تذهب إلى المنطقة المربوعة يعني الآن إيطاليا حجر صحي إيطاليا ركعت ركعت تماما هذا الكلام يلزمني أن لا أذهب إلى هناك أما بدعوى الرزق وبدعوى إن الله هو الرزق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى ليس فلان ولا علان بعض الناس يعني يفهم إنه والله الرزق مختزل بيد فلان لا وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها ليس في عرب بثمانة أربعين ولا في أوروبا ولا في أمريكا الرزق هو الله فالأصل في الإنسان أن يلجأ إلى الله وأن يطلب من الله سبحانه جل في علا الأمر الآخر حديث الرسول لا يريدن ممرض على مصح هذا حديث لا يريدن ممرض على مصح أخونا الذي نسأل الله أن يشافيه وعافيه من ضحية ارتاح نعم نقل هذا المرض من خلال أرباب العمل بالضبط من خلال إسرائيلي واليهود نفسهم أنا لإتصالات مع زملائي في الداخل ولي زميل أوجهه الشكر من أثير طلت فجر قال لي أنه الإسرائيليين أو اليهود نعم ملعين بالصفر إلى الخر فما يدرين أنهم أتوا من أوروبا أو أتوا من أمريكا فتتفشل أمريكا ونقلوا الأمريكا صحيح طب إجمالا لربما نحن حاولنا أن نجمل القول والحديث فيما يتعلق ومواجهة الكورونا من خلال الجانب الديني وكيف يؤثر الجانب الدين والاجتماعي في الصد ومواجهة الكورونا علينا أن نكون متكافلين ساندا إلى بعضنا البعض في هذه الظروف المعاشة أن نشعر مع بعضنا البعض أن نحاول أن نقدم الأعمال التطوعية للحالات التي بحاجة بصراحة لهذه الخدمات إضافة إلى ضرورة عدم المغالا في الأسعار وعدم الاحتكار وكل هذه الأمور التي تتعلق في الأمور التجارية فرأفة ببعض البعض إضافة إلى موضوع العاملين والعاملات في الداخل الفلسطين المحتل نأمل أن يكون هناك قرارا صائبا في أسرع وقت كي لا نخوض معركة شرسة وضارية ونخرج لا سمح الله منهزمين مهزومين منها إجمالا نأمل إن شاء الله دوام الصحبة العافية لكم جميعا ولك أيضا فضلت الشيخ عصام صباح إمام أخاطيب المسجد القديم في طول كرم أشكرك جزيل الشكر على الحضور وعلى هذه الكلمات الطيبة نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما تحدثنا به قبل قليل نواصل المشوار الصباحي مع حضرتكم وسنتحدث ماذا نعني طبجا وصحجا بالوباء ولماذا